وجه مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن فهمان حسن عطيري بإغلاق خمسة معامل تحلية المياه المخالفة في المديرية حيث نفذت اللجنة المكلفة لتصحيح وضع مصانع الثلج ومعامل تحلية المياه والمكلفة من قبل مدير عام مديرية البريقة نفذت حملة إغلاق عدد من معامل المياه بمختلف مناطق المديرية لعدم التزامها بالضوابط والمعايير الصحية وبمساندة الأجهزة الأمنية وقال مدير عام البريقة عطيري أن قرار إغلاق معامل المياه يأتي بعد رفع لجنة تقريرها عن عدم التزام المرافق المغلقة بالضوابط وشروط إنشاء وفتح تلك المعامل لمزاولة عملها موشيرا إلى أن اللجنة ستستمر في أعمالها لتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالمعايير الصحية والرسمية